السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوافد هي واحد الجزء مهم داخل اي بيس كتخدمه مع البدايات الاولى ديال البناء يعني كنصيب ودوك الفتاحات ديال النوافد وفي الاخير كنركبوليوم الالمينيوم وهنا كنلاحظ بعض الاخطاء اللي كتكون ناتجة من العملية ديال البناء وبالخصوص للمكان ديال الكاش ريدو او هداك الكوف خليك يكون كيدور فيه الريدو هناك يكون واحد الخطأ خلال عملية البناء ديالو الشي اللي كيعطي نتيجة سيل بياع على الشكل نهائي ديال هديك النافضة كنت شرحت هاد المشكل في عدة فيديو هاس ولكن كيكون هداك شرح وسط فيديو وبقاس كتجيني اسئلة على هاد الموضوع هادا علش بغيت نوضع هاد الفيديو مفصل على هاد المكان بس نتفاده اي اخطاء اللي ممكن يوقعوه ولي غير يعطيونا عيب او شكل جمالي غير جيد في النهاية سابعوا معي الفيديو غيكون في تفاصيل اكتر وشرح جد مفصل باش تكون عندكم نتيجة نهائية ان شاء الله جد مرضية سابعوا معي الفيديو اذا كما كتشوفوا معي فات الصورة السوديحية الريدو ضروري يخصوا واحد المكان دياله فين يدور يعني واحد لافاليز او واحد الكوفر فين يكون كيدور وهنا ضروري الحيط خصو يكون عندنا مبني مضوبل يعني الدبل كالوازن بالنسبة لجميع المعلومات على هاد الدبل كالوازن او الحائط المزداويج والاهمية دياله حطها في فيديو خاص غنخلي لكم الرابط تحت من الفيديو وكذلك هنا في البطاقة فيديو في معلومات جد مهمة ضروري ترجعوا لي اذا ابقوا علىل الشرط الخاص لل د MORsky 蒸 impersonي حول المعلومات لديه الكوفر بالاللمنيوم لاتلي ويضرب المعلم على النيمو فين يكون جيد الجوز تعالarta فوق النافيدة من الداخل دائما فوق النافذة سوف نرى واحد ليليمو بارز وهو في فين كدور هاداك الريدو الشي اللي غي خلي واحد شكل يعني جماليا مزوينش كذلك ما علقوش ما كان فين وضعو ريدو ديال تتوب لانا غيكون عدنا هاداك ليليمو بارز تما فهداك يكون خطأ في التنفيذ يعني من الاول شي يكون عدنا خطأ انا ما بنيناش دوب الكلوازو ما خليناش للمكان ديالكاش ريدو وبالتالي كيكون هادا هو الحل بنسبة الناس اللي مطرين يعني بناء وسالاو وما عندهمش لوفيد او هاداك الفراغ ما بين جوشت الحيو الطافيني وضعو هادا الكاش ريدو كيبقى هادا هو الحل وهدي صورة من الواقع لهاد الشكل اللي اشرحت لكم دابا غنشير ان الكثير من الناس كيكون عندهم الحيات مبني مضوبل يعني بانين بالضوبل كل وزن ومع ذلك المعلم ما تيخليش ليهم هاداك الفراغ الكافي اللي غي يكون صالح انه يكون مكان ديال الريدو وبالتالي كيلجؤو انهم يوضعو الحل بنفس الطريقة ولو ان الحائط مزدوج لان المسافة الفارغة مكانش كافية للريدو الشكل الثاني ديال الكاش ريدو اللي كنشوفو ايضا انه عيب فبعض المرات كيكون عندنا الحائط مزدوج وعدنا الفراغ الكافي فينه توضع المكان ديال الريدو ولكن الفتحة ديال الريدو تيخليها لنا المعلم على داخل البيت بحالات الشكل اللي تشوفو معايا لاحظو معايا فوق النافذة تمكين الفتحة ديال الكاش ريدو ولو ان الكاش ريدو عنده مكان دياله في الداخل ولكن الفتحة كانت من الداخل هاد الشي غيخلي المنظر مزوينش ولو ان ذاك المكان كيتغطى اما بالكونتر بلاكي بنفس اللون ديال النافذة او بعض المرات كيكون في ذاك المكان مرئات كنوع من الجمالية ولكن كيبقى هاد الشكل غير محبب من الافضل ان المكان ديال الكاش ريدو يكون داخل النافذة انا غاشترح لكم تفاصيل ديالها كنظن ان رأي ديالكم غيكون من رأي ديالي ان الفتحة ديال الكاش ريدو من الداخل ما تجيش زوينة كتبين ان النافذة عنده واحد طول ديالها اكتر بكتير من العرض الشي اللي غايبين ان النافذة ضيقة ولو تكون عريضة كذلك بعض المرات النزول ديال الفو بلافون ديال الجبس كيكون محادي هادك المكان ديال النافذة ما كيبقاش فراغ ما بين النافذة والسقف وهاد الشي ما عايكونش عنده واحد الجمالية في الاخير الميزة الوحيدة اللي كينا في هاد الفتحة ديال الكاش من الداخل ان المعلم اللي غيركب هاد ريدو كيكون عنده سهولة في الخدمة دياله لمن التركيب ولا من الصيانة من بعد الطريقة الصحيحة هي هادك الفتحة ديال الريدو او المكان ديال الريدو يكون في داخل النافذة بهالطريقة اللي كتشوفو ارغان شرح لكم تفاصيل اكتر على الطريقة ديال البناء ديالها ولكن قبل خليني نوريكم الشكل نهائي ديال النافذة كيفاش كيكون يعني كتلاحظو الكاش ريدو كينا في داك المكان كيتخدم الغطاء دياله بالاليمنيوم ديال النوافذة وكي تسد بالفيزات يعني ماليك نحتاجو انا ننركبو او ننقضو شي مشكلة لو قامتنا في الموتور تنحلو هادوك الفيزات وتنصالحو وتنعودو نستو يعني لالداخل كي ننريدو وكي الموتور دياله غنعطيكم نضراع للحائط المزدوج وكيفاش كنخليو المكان فارغ باش تكون فيه المكان ديال الرولو ديال الريدو اذا هنا كتشوفو الدبل كلوازن وفيه الفراغ بالنسبة لهذا اسفل النافذة غادي تسد وفي الاعلى غيبقى مفسوح باش يكون هو المكان ديال الريدو مع الموتور اذا خاصنا نخليو الفراغ الكافي ليكفي على حساب المساحة اللي عندنا في النافذة قد ما كانت النافذة كبيرة هاداك الفراغ خصو يكون كبير هنا غي تشكل واحد المشكل بالنسبة للناس اللي عندهم المساحات صغيرة فبطبيعة الحالي اللي بنو الحائط بهتشكل يكتشوفو يعني الحائط اللي والثاني وخلو داك الفراغ كبير بيناتهم غياخد لهم مساحة اكتر من الدار وهي بطبيعة الحائط غا تكون صغيرة يعني هاد المشكل كي تكون بالنسبة للمساحات صغيرة عندهم الدار 80 متر ولا 100 متر وما تيبغوش يزيدوا يضيعوا المساحة بنسبة لهذا الحائط المزدوج فهنا يالحل سهل جدا تنبني الحائط المزدوج ديالنا بحيث انا ذاك الحائط الاول والثاني زائد الفراغ يكون مكتعداش 20 سنتيم بطبيعة الحال هنا الفراغ يكون عدنا هير ستة ولا سبعة ما غا يكفيناش للمكان ديال الريدو فحنا تنخرجوا شوية بدك الكاش ريدو لاحظوا معايا هنا كيباليكم البوروز في الاعلى ديالنافضة بوروز الخارج باش نكبروا المكان ديالكاش ريدو يكون عدنا المكان الكافي ليه وفي نفس الوقت ما غاديش نكبرو حنا الدبل كلوازن باش ما ياخدش نميساحة اكتر من الداخل هناك تشوفو الكاش ريدو من خارج ايضا هنايا كنظن ان الفكرة وصلتكم باش في الاخير تكون هدنا من داخل واحد نافضة اللي ما فيهاش داكلي لمولي الفوق ديال كاش ريدو سواء بارز او مدفون في الحائط يتكون عدنا واحد نافضة اللي عندها جمالية اكتر هنا بالنسبة لذاك البوروز اللي كنخرجوه على الخارج راهك ممكن لعبوه بيك ما بغينا باش نشكلو بي واحد ديكور ديال الواجهة يعني ممكن تكون كل النافضة مجموعة بوحدها بحال هات شكل او يكون هكا نوافد مجموعين باشكال ديكورية كان ديكور بهم الواجهة وفي نفس الوقت هو وراه كاش ريدو اذا بعدنا ما ديش فقط اللي كتشوفوا معي غير باش تاخدوا فكرة كيفاش نستغل وذاك الكاش ريدو كديكور للواجهات سركينينا عدة افكار مش هدا هو موضوع فيديو تليوم فقط عطيتكم فكرة وغرجع نشيل واحد المسألة مهمة جدا وهي النزول ديال داك ريدو يعني ديك سكافين كتنزل ونزول ديالو وش غيكون من داخل يعني من جيهة لي فيها الزاجة بحيث هداك الميكانيزم ديك يكون فيه الموتور ورولو يكون على الخارج او العكس انقرب لكم الفكرة اكتر هنا يا هاد نافذة في ها المكان ديال نزول ديالو يعني سكاديالو نزول ديالو على برة مش من الداخل بحيث ديك الارضياء او ديك العسبة دي السرجم مليك ينزل الريدو كسبق على الداخل وكذلك هداك المكاني فيه الرولو ديال الريدو الموتور سيبقوا على الداخل لاحظوا معي هنا فهدي احسن طريقة يعني انا كنفضل يبقى كل شيء على الداخل لحسن لكنها كمسافرين ولسادين هاد النوافذ هاد المكان سيبقى بعيد على العوامل الخارجية الغبراء الامطار اي حاجة كيكون بعيد عليها بعكسي لكنا هبطنا الريدو من جيهة ديال الزاجة سيبقى لنا الموتور على برة كاسبقى لك الارضياء ديال النافذة هي على برة معرضة غير الغبار والامطار والعوامل ديال الجو ممكن بعد مرات كيبقوا هنا فتحات في هاد المكان ديال الكاش كيدخلو للطيوري لكن ما كان فتحوش هداك المكان او مسافرين اذا ما الافضل ان ريدو يكون ينزل على برة اذا كما تبعتوا معي الفيديو ركنت فيه معلومات جد مهمة ومفيدة كتنستهل انكم تخليوا لي واحد لايك باش تجعوني وكذلك تبارتاجوا الفيديو مع اكبر عدد من الناس الا كنتي واول مرة كتشوفوا القناة تشتركوا فيها وضغطوا على الجرس باش تبقوا دائما توصلوا بكل فيديو جديد دمتم في رعايتي الله والى فيديو قادم ان شاء الله مع السلام